توقف برضو حديثك يمكن قلتها بين سطور الأخطاء اللي بنقع فيها بالأخص يوم ظهور النتيجة ابني ما جابش المجموع اللي يرديني أنا فهبهدل نفسيته يعني مش هيفرق ما معي اللفظ ده هيأثر عليه على نفسيته على هجرحه أو أو عارفو أنت بتقولي لي ودلوقتي وأنا حاسد بقى حاسد بغضضة كده وعصرة جواي أمانة أمام ربينا سدقيني لإني أباشوف الكلام ده ده حقيقي شفت ابن عمك عمق ليه؟ شفت شفت ما سمعتش كلامي شفت وعده ده قارن بقى في المقارنة و الكلام و الألفاظ السلبي ده بيعمل إيه في نفسيته ابني أو بنتي قولي ما بيعملش إيه مدام مرف LGBT يوما بيعمل كل حاجة وحش قوالي بيعمل كل Корهي بيعمل كل حاجة وحشاء90 كسرت نفسي قولي أنا بسو المجموع فأنا لا شيء أنا بسوي المرحق اللي أنا جيبته لو جيبته مرحق وضع عرضة عادي جدا أن أجيبه فقصرت نفسه عشان ما بقاش بأتكلم كله سلبي سلبي عايزة أقول حاجة إيجابية شفتها من يومين شفت أسرة فعيلتي عندهم بنوتة في السنوية العامة قبل ما النتيجة تطلع راحوا كلهم شاركوا وجابوا لها هداية جديدة هداية موبايل جديد وقالوا لها دي هديتك من قبل ما تطلع يا مدام ميرفاة النتيجة بغض النظر دي مكافئة تعبك وشآكي والمرارة اللي انت شفتها على مدارك أكيد سمع كلامك يا مريو خالص صدقيني أبدا بأمانة ربنا في فكر مستنير بالشكل ده حلو أعيز أقولك الأحيان في ناس بتعرف تفهم بالفترة وربنا بيديها استنارة لما بيسموها باللغة الروحية الاستنارة في ناس عندهم استنارة من غير على فكرة بعلاقتهم مع الله من غير ما يبقى عندهم بقى مشورة ولا عاديين بيسمعوا واحدة زي بمحاضراتها ولا أي حاجة في ناس عايشين بالمحبة بالفترة بالفترة مدام ميرفاة في ناس بتعرف تقدم ده مهمة جدا مدام ميرفاة حاجة نضيفها إن الأهالي عشان تعرف تتجاوز المرحلة دي تعرف تحديات العصر ومفروض يقدموا إلي عيالهم وأنا مفروض أن نقدم مصاريف ودروس عشان خطرة حقق له مستقبل وأن يدخل كلها حلوة ولا لا 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 مش لا يا عزيزي تعرف مدام ميرفاة حاجة معلومة كنت جديدة لنجا على كثير من الناس تعرف أن في مهن على وشك في العصر القادم أن هي تندسر عارفها زي إيه زي مثلا المحاسبين المحاسبين شايفة العمليات طبعا أنا أبسطة يعني ثلاثة أربع أولادنا بسرعة قدارة بعض المهن الحساباتية ليس المحاسبين بواجهة المحاسبين ما تشوفيش دلوقتي في البنوك بقت عمليات الإداع بقالها داخلين أكثر من سنة بقت عن طريق المكان ما تريد إداع فلوس ما تروحيش تحطيها في المكان كان زمان بيحصل إيه تقضي قدام محاسب تغضي دور وعشرة محاسبين دول قسم الإداع أو البرتشن بتاع الإداع سكشن بتاع الإداع دلوقتي فيه حاجة فيه دلوقتي بنوك كثيرة تعمل الإداع دوت عن طريق المكان إداع وصحبه هل أنت مدرك دوت أن فيه مهن أساسا مش هيبقى لها وجود بسبب التكنولوجي اللي إحنا بقينا فيها تعرفي مثلا أن دلوقتي وإحنا بنعين في الأشغال ممكن أخذ واحد عنده زكاء اجتماعي ومهارات اجتماعية وعلاقتية شاطر فيها بنسبة 80% وأخذ خبرته لا تتعدى 20% وأنا أطوره أكمم المهندسين يا مدام ميرفرت يبقوا عندهم الشهادات ومعهم ماجستير ودكتورة لما تدخليهم في مشاريع ضمن فريق عمل ويخرجوا ما يعرفوني كمير لأنهم ما عندهم مهاراتهم الزاتية والاجتماعية ضعيفة جدا تقوليه ده دكتور جامعة قد الدنيا العب هيبقى فيه هو معرفش اشتغل في تيم ويرك خالص فتلاقيه في التنظير وفي دراسته الجامعية أو في وهو بيدرس في جامعة شاطر جدا لكن لما ينزل لسوق العمر على أرض الواقع في مشاريع معرفش يكمل لإما يفشكل يإما هو يخرج ويقول لك أصله غباء من الآخرين أو عيب من الآخرين معرفش أن المشكلة عنده فاشتغل على مهارات ابنك أسلحنا برضو دعيب في التعليم نظام التلقين أنا هفضل أدي وأشحن وأحشر في أولادي معلومات معلومات ومجرد ما بيخرجوا من سنوار عاما خلاص يمكن نظام التعليم أنا طبعا مش خبيرة دلوقتي فيه ولكن فيه تغيرات بدأت تحصل طبعا لكن أنا هنادي على الفئدينا اللي نقدر نغيرهم من الأهل مدام ميرفد أنا ابني منتظر مني مدام ميرفد دلوقتي أنا الحقيقة نهاردة جاية بفكرة كده في دماغي وكنت بتناقش معجوزي فيها مبارح وعايزة أستغل مناصة واتكلم عنها عايزة أتكلم عن حاجة اسمها برامج التوجيه للمراهقين إيه برامج التوجيه دي تحصل بس بر بلادنا إن أنا وأنا في سن المراهقة في مرحلة المراهقة مرحلة المراهقة والمناسبة يسميها مرحلة الولادة الجديدة زي المخاض في كيان بيولاد جديد يكتشف نفسه بيعرف مهارات عشان كده تلاقي في مرحلة المراهقة كتير ملوات بيطلعوا على السوشيال ميديو لك أنا بدأت أرسم ومنزلي رسوماتهم ما تلاقيش حد مثلا هو صغنون أو من الشباب اللي تجاوزوا لعشرينات بدأت تعرفي عنهم كده لا في مرحلة المراهقة تلاقيه منزل أعماله الفنية واليدوية في المرحلة دي لو الأهل مش عارفين يكتشفوا بنادي إن المجتمع يعمل حاجة اسمها برامج التوجيه يمسكوا المراهقين في المرحلة دي ويكتشفوا فيها هم أي أنواع الزكاءات اللي شاطرين فيها المهارات والحرف اللي هم موهوبين فيها المجالات الدراسية علوم ولا الرياضيات ولا لغات شاطرين فيها يلخص على نفسه ويأثر على نفسه السكة بدل ما يدخل السنان العامة يدخل حاجة أبسط من السنان العامة تأدي الغرض ويدخل الكليل اللي هو عاوزها بعد كده فيها حاجة اسمها برامج التوجيه أنا بناشد الجهات المعنية بهذا الأمر واستغل منصة دي فيه إن إحنا نستغل حاجة زي كده ومرحلة المراهقة يتعملها حاجة اسمها برامج التوجيه بناشد ماما وبابا اسرف فلوسك في الكورسات المتخصصة تدي له كورسات اللي بسموها التنمية البشرية صنفر ابنك هذي الحاجات اللي ممكن تأهله باكمين يا مدام ميرفد دلوقتي شغال بمؤهلات وقطاع عريض وكبير جدا مش شغال أنا مش شغالة بمؤهلي الأساسي